اشتركوا في القناة كلمة 56 مأخوذة من المادة القانونية اللي يعقبون بها النصاب والقفاص واللي يخدع الناس وهي المادة 456 من قانون العقوبات العراقي لكن هذه الكلمة صارت لسهولة اللفه صارت باسم 56 بالعادة الشخص اللي يريد يقفص أولا يحبب نفسه ويصادق الطرف المقابل على موض يقفص بدون مشقة دعوا نرى المشهد ويتوضح لكم خير أخويا صادح شوه كله ضايجة والله أخويا جا دور لي على تعيين ينام منها كوش معكو والله هو هذا حال أغلب الشباب يعني بس ما يحصل منها منها معقولة ما عندك معارف؟ والله وين الله ويدك لا هو لا يقول لي معكو يسدها بوجه زينا نعدي معارف بس أخاف الشغلة شوي يتكلفك يعني شقد يتكلف؟ يعني بحساب مليونيا يقدر إذا عم مبلغ أكبر بس هي الشغلة مضمونة؟ يعني من يقول يعني بأنه هاي الشغلة مضمونة؟ الدفع راح يصير على قسمين أول مرة تدفع مليون حتى يبدون يشتغلون بمعاملتك زينا؟ ومن تتعين وصير الشغلة مية بالمية أدفع القسم الثاني حتى لو بالأقصى ممشكلة خوصة يعني من هاليوم أنا أقدر أدبر لك التدبر لي بهاله اليوم هاي الفلوس حتى نبدأ بالمعاملة بيناتنا تليفون مقال تغير نشوه؟ تؤمرني أمرتة وعلى راسي حبيبة صادح سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شونك عمار شون صحة؟ الحمد لله بخير تشلونك شكو ماكو؟ شونك بعد إن شاء الله بخير هالي شون هوم؟ أحمدي شونه؟ والله الحمد لله يسلمون عليك أحمد يسلم عليك وإبو سيدك الله يسلمك رحم الله ديك وين انت عمار أخوة؟ والله يا أخوة يا صالح بالشغل تدري الدنيا ومطالبها والعائلة وحايرين بالدنيا وعيشتها زين أخوة يا عمار أنا قاسدك بطلب إذا ممكن ابشر أخوة قول الله يسلمك رحم الله أخوة يا عمار أنا محتاج كان فلس عندي مشروع أريد أفتح بيهن وإن شاء الله هذا المشروع يفيدك ويفيدني إن شاء الله إن شاء الله ما بي خسار المشروع لا أخوة ما أبي خسارة وإن شاء الله عالموضاع وأوضح لك أكثر إن شاء الله رح يفيدك ويفيدني ايه يا أخوة بيخير و تتدنن الان شاء الله للمشروع التدارس وضابطة تعالي الى البيت تأخذ الفلوز وبيخير و تتدنن لتصمم واترد أخوة افتحرج . هذا هو أخوة ان شاء الله باتر تج iets بتأخذ الحساب كل يعني انتفقنا إن شاء الله بأعشر باليد هذا هو أخويا التريدي صار ابشر ما محتاز بعشي سلامتك رحم الله دي بالخدمة حبيبي بالخدمة كل الهلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الاثنين مليون لبرتها بس شنو يضمني ان احمد راح يدبر لي التعيين اه احسن شي اعوف هذا الموضوع وراح شوف تفا الشغلة بها او اتونس بها احسن المياه اخذها احمد وما يدبر لي التعيين او 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 ا ولا تستغربون انه احنا ما اختارينا صورة من صور الفساد الحكومي او السياسي ولا تنسون احنا نريد ان نوضح حقيقة وهي انه مو كل شي خطأ بسبب الحكومة بل اكو اشياء لازم نغيرها من انفسنا احنا كناس بسطاء على مدى نكون الشعب ودائما اذكروا قول الله عز وجل يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم اللي يقفص والي ينصب دائما ينصب على الشخص المستعجل وهذا النصاب اكيد كيف عليه تشخاص هي ترى همصوشنا لان الاستعجال من الشيطان العجل من الشيطان مثل ما قال النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال امير المؤمنين العجل يوجب الاثار المهم هذه الصورة اللي شفناه بالمشهد تمثل نموذج من شريحة واحدة من النصب والاحتيال واكو هواي انواع من النصب والاحتيال حتى صار اكو تفنن بهالموضوع فاصل ونواصل طبعا النصب مو بس بالمال وانما بالفكر والعقيدة والدين قام ينصبون على العالم ويجيبون حجم صفط ومع الاسف اكو ناس ينصب عليها بسرعة لقلة فهمها واطلاعها على عقيدتها ودينها بالمناسبة النصب والاحتيال كان بزمن النبي متبنيته اهل السقيفة وكان يخدعون الناس بسب وشتم وطعن النبي والامام علي عليه السلام واهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام بحيث هذه النماذج الموجودة هسه هم نفسهم ذيول السقيفة واتباع السقيفة فاللي نريد منكم انه تتفقهون بالدين وديرون بالكم على عقيدتكم اكثر وقبل من الطرق الى كلام الله تعالى وكلام محمد وآل محمد خلي نستمع للضيف هذه الحلقة ونستفاد ونرجع لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين موضوع اليوم هو موضوع الاحتيال واذا اردنا ان نتحدث عن الاحتيال فيجب علينا ان نتطرق الى تعريفه اولا يعرف الاحتيال بانه اظهار خلاف الحقيقة للوصول الى شيء المراد او يعرف باسلوب اخر بانه استعمال طرق الغش والخداع والحيلة لنين المطلوب فلذلك نجد بان الشخص المحتال يستخدم اساليب عدة لكي يصل الى خلاف الحقيقة ويصل الى مبتغاه من هذه الطريقة فالنراه يسع من طرق الغش وطرق الخداع وطرق المكر لكي يستطيع ان يصل الى مراده وفي الحقيقة ان الاحتيال مضار عديدة في المجتمع تصيب المجتمع منها اكل مؤان للحرام حيث ان المحتال بهذه الطرق التي يستخدمها وبالطرق الاحتيالية التي يستخدمها في معاملاته مع الناس هو يدخل في جوفه وفي جوف اطفاله وزوجته المال الحرام والمال الحرام له تأثير كبير جدا على الفرد سواء على الفرد وسواء على المجتمع حتى نجد ان الامام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء عندما اراد ان ينصح القوم بالهداية وبنصرته وجد بان القوم لا يستمعون الى نصيحته وعلل الامام سبب ذلك بانهم قال فقد ملئت بطونهم من الحرام وطبع على قلوبهم فبين الامام الحسين عليه السلام بان السبب عدم هداية هؤلاء اكل مال الحرام والاحتيال يعد طريقا وسبيلا الى اكل مال الحرام المضرة الثانية للاحتيال في المجتمع بانها تؤدي الى فقدان الثقة بين افراد المجتمع والثقة عندما تفقد بين افراد المجتمع تكون الحياة صعبة جدا فنرى بان المعلم لا يثق بطلابه والتاجر لا يثق بزبائنه وكذلك العكس وهذا ايضا يصعد الى مستويات عالية من مثلا الرئيس والمرؤوسين اذا فشل احتيال في المجتمع فتؤدي الى فقدان الثقة بين افراده في الاحاديث اهل البيت عليه السلام وفي الايات القرآنية هناك اشارات عديدة الى الاحتيال نذكر بعضا منها مثلا قوله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم اننا دمرناهم وقومهم اجمعين هنا اشارة الى قوم صالح عليه السلام حيث انهم مكروا لكي يقتلوا صالحا عليه السلام فالله سبحانه وتعالى بين بان عاقبتهم كان تجميرهم وهي عاقبة المكر والاحتيال وكذلك ورد في الحديث الشريف ثلاث من كنا فيه كنا عليه المكر والنكث والبغي وذلك قول الله ولا يحيق المكر السيء الا باهله فانظر كيف كان عاقبة مكرهم اننا دمرناهم وقومهم اجمعين اي ان الشخص المحتال والذي يستخدم وسائل المكر والاحتيال سيعود هذا بالضرر عليه ايضا ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله واصبح كذلك حتى يتوب وورد عن امير المؤمنين عليه السلام رب محتال صرعته حيلته لانه كما قال الله سبحانه وتعالى لا يحيق المكر السيء الا باهله فكذلك الحيلة ترجع على صاحبها وترجع بالضرر عليه هذا بالنسبة للأحاديث والروايات الشريفة والآيات الكريمة وكذلك نجد في القوانين الوضعية ايضا هناك عقوبة شديدة للمحتال والذي يستخدم الاساليب الاحتيالية مثلا عندما نأتي لقانون العقوبات العراقي في المادة 456 نجد بانها نصت على هذا الامر انه يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك باحدى الوسائل التالية الف باستعمال طرق احتيالية وهي كما ذكرنا بانها تشمل الخداع وتشمل المكر وتشمل الحيلة باء باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقع معينة متى كان من شئ لذلك خدع المجمع عليه وحمله على التسليم والحمد لله رب العالمين بعد ما اتشلنا وياكم ويا رأي الضيف بتحليل هذه الظاهرة والكلام عن جدورها وشلون انكافحة خلونا هسه انبين لكم الروايات اللي دالة على النصب والاحتيال غش المجتمع في معاملة شيطانية فاسدة قال الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كان مسلما فلا يمكر ولا يخدع فاني سمعت جبرايل يقول ان المكر والخديعة في النار ثم قال ليس منا من غش مسلما وليس منا من خان مسلما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استرعى رعية فغشها حرم الله عليه الجن شوفوا الينصب هاي تاليته حتى رحين حرب من الجن وعنه ايضا من غش اخاه المسلم نزع الله عنه بركة رزقه وافسد عليه معيشته ووكله الى نفسه وقال الامام علي عليه السلام من علامة الشقاء غش الصديق وقال ايضا لو لا ان المكر والخديعة في النار لكنت امكر الناس وقال الامام الصادق عليه السلام المؤمن اخو المؤمن عينه ودليله لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه اذا اخوتي اخواتي الكلوات اللي قرناها كانت تمسك ختام هذه الحلقة ونتمنى تكون هذه الحلقة اكثر اجر وثواب وفائدة الى هنا انتهت حلقة هذه اليوم صور من الحياة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة